سلام عليكم. ابناء وبناتي طالبات وطالبات سنواء العمار مرحب بكم في حصة جديدة من الجيولوجيا والعلوم البيئية. آآ النهاردة الحصة دي لها خصية خاصة كده ان انا هخلص الباب التاني في الجيولوجيا. نخلص الباب التاني. كنا شرحنا جزء من الآآ باب التاني والنهاردة هخلص كله ونراجع شوية كده في الباب التاني. إن شاء الله رحمة. طبعا احنا ايه آآ كنا تكلمنا عن علم المعدن والبلورات هو الباب كله عن علم المعادن والبلران. كنت عاوز اعرف المعادن الاول هقول بسرعة كده ايه هو المعدن اتفاعل ان هو الوحدة الاساسية التي يتكون هنا الصخر اي صخر بتكون من حاجات صغيرة او يسمعها المعدن. طب التعريف العامل للمعدن هو بالنسبة لعلم الجيولوجيا انه هو مادة طبيعية. كنت قلناها بس بنعيده عشان مهم او يفيد برضو معي في الشغل بتاعي. صلبة. غير عضوية. قلنا كل الكلام دوت. لها تركيب كيميائي محدد. لازم يكون المعدن لازم يكون له تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري مميز وشكل بلوري مميز. ده بالنسبة لتعريف المعدن كلمة شكل بلوري زي ما انت شايفين كده البلورات اللي قدامنا ديت. لتعريف المعدن والتعريف ده خمس صفات لو صفة واحدة نقصت يبقى ده مش معدن. ده بالنسبة لعلم الجيولوجيا. بالنسبة ايه الجيولوجيا. كنا اخدنا عشان نوصف معدن بنسميها الخواص الفيزيائية الخواص الفيزيائية بتنقسم الى تلات انواع من الخواص. خواص بصرية دي البريق والشفافية وعرض الالوان واللون والمهدس دي شرحنا على الحصة اللي فاتت. خواص الماسوكية ودي اللي هنشرحها النهاردة زي الصلاة ده الانفصام المكسر القابلية للسحب والطرق. في خواص اخرى زي الوزن النوعي وخواص معناطسية والخواص الحرارية والمداق المعدن وملمس ورائحة المعدن. ملمس ورائحة المعدن. تمام. طب تعالوا بقى ايه? نشوفهم واحدة كده نتكلم. الخواص البصرية دي قلناها المرة فاتت خواص تعتمد على درجة تفاعل المعدن مع الضوء. يعني شرطة اساسي لوجودها وجود الضوء عشان اوصف اقول لها كزا. لازم يكون في ضوء موجود. عشان اقول انها بتلمع او ما بتلمعش. لازم يكون في ضوء موجود. عشان بعكس الضوء دوت فبيديني ايه? اقدر اوصف المعدن. الخواص البصرية كنا قلنا البريق والشفافية وعرض الالوان واللون والمقدش وقلنا كل واحدة تفصيليا تماما. البريق قدرة المعدن على عكس الضوء الشفافية. درجة نفاذ الضوء من المعدن. عرض الالوان. هو ايه خاصية تلب الالوان. اللي انا بنقول عليه ايه? تغير لون المعدن عنده حركته امام العين. اما اللون فيها طول آآ الموجات الضوائية المنعكسة عن ايه? عن المعدن. المعدن هو لون مسحوق المعدن. قلنا اللون قليل الاهمية وفصلنا بسبب وجود الشواب او بسبب اختلاف التركيب الكيميائي. اما المقدش وهو هام جدا في التعرف عن المعدن. هنشر على النهار ده الخواص التماسكية. الخواصة ايه الاهداف بتاعتي في الدرس ده? عاوز ايه في الدرس ده? اول حاجة في نهاية الدرس لازم يكون الطالب قادر على انه ايه? يتعرف على الخواص التماسكية اللي انا قلتها كلها. اللي انا اقولها دلوقتي. يكتسب مهارة التمييز بين المعدن من حيثه صلاة داتها. خلي بالكم وانا بنطأ كويس. انا بقول صلاة داتها ما قلت صلاة باتها. تمام? كل المعدن صلبة. من ضمن الصفات انها صلبة. بس في حاجة اسمها درجة الصلاة ده. يعني هنقول معناها ايه? اقارم بين الاحجار الزينة الطبيعية الكريمة لغالية التمن. واحجار الزينة الصناعية. تمام? اقارب بين الصفاتين المهمين جدا 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 حاجة اسمها الانفصام وحاجة اسمها المكسر. ده اللي انا عاوز احققه في الحصة ايه? طيب. الخواص التماسكية عمتلا هم ايه بقى? زي ما اتفقنا? الصلاة ده. الانفصام. المكسر. القابلة للسحب والطاقة. يبقى انا هوصف اربع خواص. نتكلم عنهم واحدة واحدة. هبدأ بايه? نبدأ بالصلاة الصلاة. نبدأ بالصلاة. ايه هي الصلاة ده? بص عشان افهمها لك نفهمها مع بعضنا ببساطة ايه? هتخان معي صباح تبشير. ومعي زلطة. الاتنين حالتهم الفيزيائية ايه? صلبة. يعني التبشير صلب والزلطة صلبة. طيب. همسك التبشير هاخدشها بدفري. ايه اللي احسن? ايه برافو. لما اخدش التبشيرها بدفري هينزل منها بودرة. تمام? طب هاخدش الزلطة بدفري. مش هينزل منها بودرة. تمام? التبشير ما ادرتش تقاوم دفري فاتخدشت. اما الزلطة ادرت تقاوم دفري فلم تنخدش. يبقى معنى ذلك ما هي الصلاة ده? بمنتهى البساطة. درجة المقاومة المعدن للخدش. درجة مقاومة المعدن للخدش. التبشير ضعيفة ما ادرتش تقاوم دفري فاتخدشت. اما الزلطة قوية شوية فادرت تقاوم دفري فلم تنخدش. تمام? الصلاة دي عم مدن خاصة على فكرة سهلة جدا جدا وسهل سهل ان انا عينها وبسرعة. باستخدام فيه عالم هام جدا في علم الجيولوجيا مهم جدا راجل اسمه العالم مخص. علم مخص ده جماعة عمل من قياس اسمه مخص للصلاة ده. من قياس العالم مخص. عمل ايه قيم عددية سهلة وسريعة مدرجة من واحد الى عشر لتعيين الصلاة. يعني ايه? انا عندي في الطبيعة جماعة الفين معدن. الفين معدن. ايه المهم بالنسبة لي متين بس مثلا في الطبيعة اللي قدر تعيينهم اكتر من الفين معدن. مخص اختار من الالفين دولة عشر عينات بالزبط. عشر عينات. هما العينات بالتدريج كده هما التالك. وهو قال ان التالك ده ضعيف قوي 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 في الخدشة. هو اداله رقم واحد. الجبس اداله رقم اتنين. الكلسايت رقم تلاتة. الفلورايت اربعة. وهكذا. لبطاية خمسة. الورسوكليز ستة. اما كوارتز فهو سبعة. والتوباز تمانية. والكوراندوم تسعة. نيجي الاخر المعادن وهو اقوى المعادن صلاة على الاطلاق في الطبيعة لما يتحدد اي حاجة تانية اكتر منها. حتى الان. وهو الماس وصلاة عشرة. وصلاة كم? عشرة. ربوا عليكم. تمام? فهو العشرة دولار. انا دايما باقي اعمل ايه? اخدش اي معدن اخدشه مسب بالتالك. بقيت المعادن بيخدش التالك فاقول المعادن ده صلاة اكتر من واحد. خدشته بالجبسة اللي اتخدش بالجبس اقول الصلاة المعادن ده ما بين واحد واثنين. عم تب. نبقى برضو الارقام دي نبقى فاهمين كويس حاجة مهمة اوي. ان قلت التالك واحد. طب والجبس اتنين. يعني معنى ذلك ان الجبس يقدر يخدش التالك. التالك لأ. الكلسايت التلاتة يعني الكلسايت يقدر يخدش الجبس ويقدر يخدش التالك. واحد كزا. لغاية لما اوصل للماس اقصى اقوى المعادن صلاة ده يقدش اي معدن في الطبيعة معنا. حتى الان. تمام? طيب. ازاي عين الصلاة جماعة. يعني ده وقت طلع رحلة جيولوجية طلع عند عينات في المعمل عاوز اعين ايه الصلاة بتاعتها. في طريقتين او يعتبروا تلات طرق لتعين الصلاة. واحد امرأ واحد لاستخدام اللي هو مقياس مغسل الصلاة. اده العينات العشرة اهيه. تلك جبس كالسايت فولورايت اباطايت اورثوكليز كوارتيز توباز كوراندوم الماس اللي هو الفاص اللي اللي هنا ده. تمام? ده مقياس. دي طريقة. طيب. او بستخدم حاجة اسمها اقلام الصلاة. ايه اقلام الصلاة? اقلام ذات السباك يعني سباك معمولة بالسباك معينة لها نفس القيم بتاعت الصلاة دي. حتى مكتوب هتلاقي على الارقام كان مكتوب ايه اتنين اربعة ستة تمانية وهنا قدامها واحد تلاتة وهكذا. يعني مسلا السن ده واحد. السن ده سلطة اتنين. السن ده وهكذا. ماشي? فاقلام اقلام سباك زاتة صلاة محددة. زي اللي موجودة في مقياس مغس بالزبط. طيب. دي الطريقة. طيب ريت طيب اين الصلاة؟ بص. يبقى اول حاجة اما استخدام اقلام مصنوع من سباك زاتة درجة الصلاة المحددة في مقياس مغس. او استخدام ادوات شائعة الاستعمال. ايه بقى ادوات الشائعة الاستعمال? انا ممكن يا جماعة لما كنا بنروح رحلة او كده. ممكن فيه ادوات بسيطة او او تديني فكرة شوي عن الصلاة. ومشهورة جدا بالنسبة لنا كلنا. اي حد حتى فيكم انتو حاجات دي مشهورة بالنسبة لكم. زي ايه? خدوا بالكم. دفري زافر الانسان صلاة اتنين ونص. يعني معنى زلك الدفري بتاعي ممكن يخدش? ايوة? رابع عليكم. التلك والجبس. ان الجبس صلاة اتنين. اتنين ونص دي تقدر تاخدش التلك والجبس. تقدر تاخدش الكلسايت? لأ. ان الكلسايت تلاتة. طيب. لو جبت عملة نحاسية زي الجنية مسلا النحاس اللي معنا في ايدينا. العملة النحاسية دي. الصلاة ده بتاعته تلاتة ونص. صلاة ده بتاعته تلاتة ونص. يعني يقدر يخدش التلك والجبس والكالسايت. بس ميقدرش يخدش الفولورايت. وهكذا خلي بقى لك الربط في الاحداث دي مهمة جدا جدا جدا. طب. لو عندي زجاج نافذة نافذة وقطعة زجاج مكسورة ماشي? الحافة بتاعتها الصلاة ده بتاعتها خمسة ونص. الحافة بتاعتها خمسة ايه ونص. اما المخدش الخزفي. عارفين يا جماعة طبق الفنجال او طبق اه الصيني. لما يكون مكسور الجنب بتاعه الخشن. صلاته ستة ونص. طب. فيه ابني بيسألني سؤال. بيقول له يا ميستر مش الزجاج الزجاج ده مصنوع مكوارتز. ده مكوارتز انت لسه هدراك ايل عليه سبعة. والزجاج بتقول له ليه صلاته خمسة ونص. يبقى مين بياخدش التاني? لا. الكرد ده معدن طبيعي. فصلاته سبعة. اما الزجاج ده مادة مصنوب طبعا عشان تدخوله في الصناع واه 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 كده. غيرت الصلاة ده بتاعته خالص بقت صلاته خمسة ونص. قوعت لخبط في الحتة دي. ابني وبنتي. قوعة لخبط في الحتة دي. ليه? الزجاج صلاته خمسة ونص. خلاص منتهي. اما الكوارتز اللي انا بصنط منه الازاز صلاته هو طبيعي خمسة سبعة. انتفقنا? تمام. طيب. فيه ممكن قاعدة عامة نستشفها من الكلام ده? عامة. المعدن الاكثر صلاة ده ياخدش المعدن الاقل الصلاة. يعني لو انا حكيت الكوارتز بالكالسايت. افكر كده. الكوارتز زي صلاته كام سبعة. كالسايت صلاته كام تلاتة. يبقى كلي اقول ايه? الكوارتز ياخدش الكالسايت. اشوف مين الرقمه اكبر. اقول ياخدش الرقم ايه اصغر. خلي بقية نحط دايما كلمة ياخدش في النص. اوقع تقول لي يفتت. اوقع تقول لي يكسر اوقع لا انا انا اوز كلمة دي اللفظ ده ياخدش. لنبقى درجة مقاومة المعدن للخدش. يبقى اوز اللفظ ده دايما دايما نستخدمه. يبقى المعدن الاكثر صلاة ده ياخدش المعدن الاقل صلاة. هل الصلاة كمفهوم وكمصطلح? هل ليه فايدة في حياتي? اه في الجيولوجيا انا لها استخداماتها كتير عشان اتعرف عن المعدن. بس في الطبيعة في الحياة هل ليها فايدة? عامة معظم المعدن الشياء اللي انت بتستخدمها في بيتكم معظم الحاجات اللي في بيتكم صلاة ديتها اقل من ستة ونص صلاة ديتها اقل من ستة ونص. اقدر اتعرف عليها بسهولة جدا جدا جدا. اما تعالوا بقى من دمن الاهمية بتاعة الصلاة ده التمييز بين احجار الزينة الطبيعية واحجار الزينة المقلدة. ازاي? احجار الزينة الطبيعية اللي هي الايه? تبقى كريمة. غالية. تمان عالية جدا 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 جدا. مالها. الوانها جزابة. لما صلاة ديتها اكبر من سبعة ونصف. طيب ثانية واحدة انا عاوز اشوف جملة تانية معي. اما احجار الزينة المقلدة سنعين. ممكن اعملها من مواد الزجاجية. من حاجة اسمها اوكسيديا الالمونيوم. ممكن اعمل يا جماعة الماظ مزور مقلد. قويس اعمل حاجات تباني ان هي حلية قوي. اخد بالك. الوانها جزابة برضو. يعني انا مهما كانت خبرتي. مهما كانت خبرتي. مش من مجرد من البريق بتاعها او اللمعان بتاعها او الجاذبية بتاعت الوانها اقدر افرق ما بينها. احجار الزينة الطبيعية او المقلدة. مش هقدر. انا ما اقدر احدد منهم ازاي? عن طريق الصلاة. بص. الحاجات الطبيعية صلاة ديتها اكبر من سبعة ونصف. اما المقلدة اما المقلدة صلاة ديتها اقل من ستة. صلاة ديتها اقل من ايه? من ستة. تمام? طبعا من ضمن الحاجات ان الحاجات اللي هي الطبيعية صعب جدا ان هي تنخدش. ان هي سرادتها عالية قوي. بصها ابنائي في حاجة خاصية جميلة قوي. انا لقيت معدن في الصحرة. فانا ممكن اطرق عليه. اخبطه بحاجة مسلا. بشكوش او بتاع بس تركو خفيف كده او اضغط عليه. فيه ثلاث حالات عندي احتمال ثلاث حالات. يعني الطرق على المعدن الطرق. انا ممكن يحصل ثلاث حاجات. ينكسر. او ينكسر. الله يا مستر ما ينكسر وينكسر ايه المشكلة? نشوف بس لما نجيل او نور. او يتشكل. ممكن يتكسر او يتكسر او يتشكل. يعني ايه الكلام ده? اول حاجة يمكن يتكسر ويديني اشكال هندسية. كون هو يديني اشكال يعني ببساطة قوي. اشكال هندسية. اشكال مستوية. اشكال ملساء. قول عنده خاصية الانفصام. يبقى ايه هو الانفصام? قابلية المعدن للتشقق. على امتداد مستوية ضعيفة الترابط. وينتج عنها اسطح ملساء. في عندي نوعين من انفصام. في انفصام في اتجاه واحد? وفي انفصام في اكثر من اتجاه. ممكن ينفاصل في اتجاه واحد. يعني المعدن يديني رقائب بالمنظر ده. ايه ده? فبقول انفصام في اتجاه واحد. ممكن يديني اشكال هندسية بالمنظر ده. مسلا مسلا مكعب كده. تمام? طيب. لو داني اشكال زي يعني رقائق بالمنظر ده او صفايح او او او. لذلك كلهم منفاصم في اتجاه واحده. افصل واحدة 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 كل واحدة الوحدة. بس كلهم املس. فانفصام في اتجاه واحد عندي مثال لهم المايكة والجرافيت. معدن المايكة ومعدن الجرافيت. منفاصم في اتجاه واحد. طب لو انفاصم في اكثر من اتجاه يعني ممكن ينفاصل في في الاتجاه ده او في الاتجاه ده او في الاتجاه ده. يعني الثلاثة اتجاه دولة يا اما الاتجاه ده يا اما الاتجاه ده يا اما الاتجاه ده. اي اتجاه من الثلاثة دولة لو انفصلا فيها اي اتجاه. نمو من هو من اكثر من اتجاه واحد. هيدينا نقول ايه انفصام في اكثر من اتجاه. المسال عندي اللي هاخده الجاه لنا. تعال نشوف كيها الحالات بتاعتهم? ايه رأيكم في المنظر ده? اولا هناخد الانفصام في اتجاه واحد. انفصام في اتجاه واحد. بصوا معدن مايك يا جماعة ممكن شايفين شايفين بص الرقائق بتاعته. حاجاته هي ازاي? وعلى فكرة شايفين يا انا كل واحدة من كل قط من دولة هعمله شريحة. شريحة صفحة ورقة. عشان كيف ممكن اقول عليه انفصام صفائحي. يا من كلمة صفحة. كأن صفحات فعلي. تخلوا الحتة اللي انا عملها دي مرفقة دي ممكن افصلها الاربع او خمس ايه رقائق تاني. ارفع. وارفع وارفع. رؤية جدا جدا جدا. رغم ان هو صلب جدا على فكرة. كمادة صلبة برضو. بس ايه? يعني ممكن ينفصل الى اوراق. فلو انفصامه. بنقول عن انفصام صفائحي جيد. ليه? بيتشاقة عامل زي الرقائق. رفياة او ايه? او صفائح او ورقة. تمام? فالمايكا بيتماز بانفصام صفائحي جيد. في معدن تاني برضو في انفصامه في اتجاه واحد اسمه الجرافيت. ماله. انفصامه قاعدي. جيد. يعني ايه? بص خد بالك. بس ادخن شوية من. بص اتعيس ان هيه الحفة دي كده. هكا هتطلع ادخن شوية. مش هتطلع رفياة او زي المايكا. ممكن ارفع واحدة 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 عن بعضهم. فمنقول انفصام قاعدة ده جيد. دايما 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 انفصام بتاع موازي لقاعدة البالورة. خدنا كده انفصام في اتجاه واحدة. خدنا مثالين. ايه هم؟ برافع عليكم المايكا والجرافيت. المايكا تاني. خدوا بالكم اللفظ ده. كلمة معين يا جماعة اللي هو شكل معين. شكل معين. يعني دايما 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 بص مستحيل بص دي فيها ميل شوية. لو انا اخدت باللورة كده ايه? لو اخدت الجزء ده. لو انا خبطت على فكرة. بص هتكسر ازاي سدقوني بنفس المنظر ده. ايه الشكل اللي انا رسمت دلوقتي? شكل معين. وممكن اعمل معين تاني هنا جنبها وممكن معين فوق صغير وممكن ممكن ممكن. فكل مخبط المعدن ده هيديني دايما دايما انفصام معينة. كلمة معينة جاية من كلمة آآ معين اللي هو الشكل معين اللي هو ده. طيب ده معدن فعندي معدن اسمه الجالينة. انت شايفين شكل قدامكم ايه يا شباب? هم? شكل مكعب اهو مكعب. اهو مكعب 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 عادي جدا جدا. اهو. طب ثانية واحدة اقول لكم على حاجة بقى حاجة جميلة اول. اهو. على فكرة عارفين لو خبطت بشي كوش تاني هالي بص مكعب بص انتطة اوجية طالع. اهي مكعب. مكعب. وهكذا. فهو دايما لما ينفصم لازم يديني على شكل مكعب. اما الكالسايت معينة. في معدن مكعب تاني برضو الهالايت. حد من اولادك يفكرني ايه هو الهالايت اخدناه قبل كده? ايوة. برافو. اللي هو اقولنا عليه كلوريدي السوديوم. ان ايه? سي ال. اللي هو ملح الطعام. ملح الطعام لو انت بسيت عليه لو لو هو ناعم شوية. بص عليه عدسة. هتلاقي كله 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 مكعبات. لو عندك ملح الطعام هتلاقي كله 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 مكعبات. حتى دي بص البلورة دي اقول يا مستر دي مستطيل عاملة زي المستطيلات. لا يا بيه. دي مستطيلات هي عبارة عن مجموعة مكعبات متلاسقة مع بعضها. ابص خد بالك. شايف اللون ده كده? لو الفصلت دي لو خبطاها هيطلع المكعب ده الواحدة. تندقوني. حكم خبرة بتاعتي هيطلع ايه مكعب كده الواحدة. وهكذا كل جزء من دولة تيطلع. فبيطلع مكعبات صغيرة جدا جدا جدا. يبقى في في اكتر من اتجاه عمتا عندي معدن الكلساية معينة. الجالينة والهالايت انفصامهم مكعبي. انفصامهم ايه? مكعبي. رابع عليك. طيب. في حاجة يا جماعة فيه معدن مشهور جدا جدا اسمه ده متماسك جدا قوي جدا فلا ينفصم اطلاقا. هو والصوان. والصوان. والصوان ما لهم? لا تظهر فيهما خاصية الانفصام مطلقا. هنعرف دلوقتي بيظهر فيه مخاصية ايه? انا لسه في اول الكلام قلت لك ايه? المعدن لو خبطته. ممكن يتكسر او كسر. الاول لما قلنا يتكسر اولانية اللي قلنا ايه? ينفصم. لو داني اشكال شايف كل دولة اشكال ايه? هندسية. وخالي بقى كان فيه مستوى ضعيفة ما بين البلورة والبلورة. فلو خبطت على دي هيطلع مكعبات صغيرة. لو خبطت على دي هيطلع مكعبات صغيرة. لو خبطت على دي هيطلع معين صغيرة. كويس? طيب. الحالة التانية بقى. في معدن يا جماعة لو خبطت مش هتنفصل. هتتكسر. يعني تخيل تخيل. انا لو جبت لوح ازاز وخبطته. هيحصل ايه? هيتكسر. بس هلا هيديني اشكال هندسية. لا بص هيديني ايه شكل كده? كده. 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 المهمة هيدي لاشكال غير ممتظمة تماما. ولا واحدة شبه التانية. فالمكسر هو شكل المعدن بعد الكسر. كويس? طبعا في غير مستوى الايه? الانفصام. طيب. هناخد كده امثلة كده مشهورة اوي اوي اوي. انا بص ابنائي كده او بناتي اوصفيني للشكل ده كده? شكل ايه? عارفين القواقع? القوقعة الصدفة. بص الصدفة من شكلها من جوه مش لما تكسر بتبقى اه سوري لما بتبقى شكلها من جوه عامل كده. انا رسم ايه دلوقتي? رسم ايه? زي العارفين لما تجيب لو ام الخلول او او القواقع اللي انت بتشوفها الاصداف اللي بتلاقيها على البحر ديت. الاصداف دي لما تبص عليها من جوه تلاقيها مجوفة الى الداخل. مجوفة? شكله بقى طبيعي? اه. عامل زي ما انا كنت الرسمه دلوقتي حالة? زي ما كنت الرسمه بالزبط. ماشي? عامل زي الصدفة. فعشان كده بقول عليه مكسر محاري اللي هو المحار. المحار اللي هو الصدف. بقول مكسره زي الصدف. بقول عليه مكسر محاري. مين اللي بيتميز بالموضوع ده? الكوارتز زي اللي فوق دوت عن العينة بتاعة الكورز لنا الكسرتاه دي. او الصوان زي برضو دوت بالمنظر ده بيبقى ايه فيه محار بالمنظر. طبع. هل بس ما عنديش غير مكسر محاري اللي بتاع كوارتز والصوان? لا انا عندي انواع كتير اوي. اوي مسلا مسلا. اه لو جبت حاجر عادي خالص خالص وكسرته. تلاقيه بص الملمس بتاعه ايه? خشن. في حاجات بتبقى مستوية. ماشي الكلام غير النفصام خالص. بتاديني اسطح مستوية. شايفين ده? ده انحاس مسلا. لما بينفاصي اتكسر بص يديني ايه? مسنن. دي حواف كده حده اوي 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 اوي. يبقى عندي المكسر عندي شكل السطح الناتج من كسر المعدن في غير مستوى النفصام. فيه المشهور جدا جدا المحاري في الكوارتز والصوان. طبع. الحاجات التانية دي انا عندي امثلة لها? لا. انا عندي المكسر خشن. المكسر مستوي. المكسر المسنن وما عنديش لها امثلة. ما عنديش لها ايه? امثلة. يا متفقين على كده. اللي عندي مثال له مين? مرافو. الكوارتز والصوان. من دي من خاص التماسكية. لو انا جبت سلك بتاع كهرباء. وخبطت عليه بالشاكوش. ايه اللي ممكن يحصل? هيتفرد. هيتطني. هيتطبق. واحدين بالكم ازاي? لو جبت حتة مسلا حت الصفيحة. وخبط عليها براحة كده بشاكوش كده. ممكن تتنيها كزا تانية وكلام ده ده. دي بقى سميها قابلية السحب والطرق. ايه قابلية السحب والطرق? سهولة تشكيل المعدن بالطرق عليه الى رقائق او اسلاك. كون ان انا قادر اشكل المعدن يديني اشكال رؤياء او اشكال او اعملوا على شكل سلك او اعملوا على شكل اطباق او 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 زي الحاجات الحلية اللي انتو بتشوفها كتير اوه في خاني الخليلي وكده. في النحاس وفي اللي بيتامل في النحاس وفي الفضة وفي الدهب. قابلية السحب والطرق اللي هو سهولة او امكانية تشكيل المعدن بالطرق عليه والسحب. في عندي امثلة? انا مش هنحاول نطرق عليهم طبعا ان دي حاجات جالي قوي فمنحاولش نطرق عليها والحاجة بس فعلا هي ممكن تتنيه وتتشكيل. عامة عامة معظم معادن قابلة للكسر. لو يعني لو ايه ازا تفتت عندي تطرق عليها. لما اطرق عليها وتفتت تيبق ايه? عندها قابلية الكسر مش هتتشكل ساعتها. كده احنا ايه يا جماعة خدنا في الخواص التماسكية? الخواص ده. درجة مقاومة المعدن للخدش. اخدنا الانفصام قابلية المعدن للتشقق خلال مستوى الضعيفة وينتج عنها هصطح ملساق. اخدنا حاجة اسمها المكسر لو شكل المعدن بعد الكسر واخدنا الترقوة السحب او التشكيل. في خواص اخرى جماعة زي? خصي اسمها الوزن النوعي. ودي اياه مهمة شوية. قوي. كله مهم. مش حاجة اسمها مش مهمة. خواص مانطيسية. خواص حرارية. مدائق المعدن. ودي اللي خاصة اللي في الاخر دي. يعني مش مش ابني اللي عملها خاص كان بيعملوها يكون واحد جولوجي متخصص. انا هناخد تعريفها بس مش هانت ايه? ما نحاولش نجربها ابدا. 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 الوزن النوعي. النسبة بين كتلة معدن الى كتلة نفس الحجم الماء. انا اجيب يا جماعة معدن الماء. واعين حجمي. واجيب كمية من المية حجمها نفس حجم هذا المعدن. تاني. اجيب معدن الماء اوزنه واشوف الكتلة بتاعته كامل. واشوف الكتلة بتاعته كامل. واجيب كمية من المية لها نفس حجم هذا المعدن. واعين كتلتها ايضا. كويس? هاجي بعد كده اعمل ايه? كلمة النسبة يبقى هاقسم. هاقسم الكتلة المعدن ده على كتلة المية يليوم نفس الحجم. فهيطلع لي حاجة اسمها الوزن النوعي. يبقى هي النسبة بين كتلة معدن الناد الى كتلة نفس حجم المعدن من الماء. ايه منها? تمام. يعني مسلا مسلا ليهت معدن كتلته مسلا نفترض نفترض. كتلته ايه سيدي خمستاشر جرام. خمستاشر جرام اهو معدن. والمعدن ده شفت حجمه ايه? جبتي كمية مية حجمها نفسي في حجم المعدن ده. وزنت المية ولقيت مسلا مسلا كتلة المية اتنين جرام. جرام. ماشي? يبقى دي كتلة. كتلة المعدن المعدن. وده كتلة الماء. كتلة الماء. فبص لو كتلة المعدن خمستاشر وكتلة الماء اتناشر. اقسم خمستاشر على اتنين وكتلة الماء على اتنين. اقسم خمستاشر على اتنين هتطلع مسلا مسلا سبعة ونصر. سبعة ونصر هكتب ايه جنبها? جرام ولا ايه? ما اكتبش حاجة لان الجرام هتشتب مع كلمة جرام. يبقى الوزن النوع دايما ناخد بالنا من غير وحدة. من غير تنييز. تمام? تعالوا كده في عندي المعدن يا جماعة احقسم إلى معادن سقيلة. معادن سقيلة معادن متوسطة الوزن النوعي معادن خفيفة. معادن سقيلة زي معدن الجلينة ومعدن الذهب. الجلينة وزنه النوعي خم سبعة ونصر يبدأ الز أول انا كنت عملتها التجربة دي أكيد لما لاقي معدن تلع وزنه النوع سبعة ونصر أكيد أكيد يبه هو الجلينة. لو عملت حسبة معدن ولقيت ان وزن النوع تلعى تسعتاشر وتلاتة من عشرة ودهت الكتن يبقى هو الدهب. طب الدهب اللي مهما الابساء او 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 الدهب الدبلة الدهب او كلام ده. الوزن النوع بتاعها ليه تسعتاشر وتلاتة من عشرة مستحيل. ليه? ان الدهب ده انت بتقول عارة تمنتاشر وعارة واحد وعشرين وعارة عبعة عشرين. فداخل انا عامله سبيكة حاطت معاه مواد تانية. لما الدهب اللي هو الدهب دهب بس هو ده اللي تسعتاشر وتلاتة من عشرة. بالعكس انا بعرف ان الاخام ده دهب تماما ولا في معاه عناصر اخرى. ايه مهم قلنا معادن سقيلة معادن متوسطة الفقه معادن ايه خفية? في خواص اخرى غافل لخواص المناطيسية. يا ايه? من حيث انجزاب المعدن او او عدم انجزاب المناطيس. في معادن عندها قابلات انجزب للمناطيس. اقول عليها عندها خواص مناطيس. زي? زي? معادن تنجزب زي? انتوا تعرفوا الماجنيتايت والهيماطايت. دولة اكاسية حديد فبينجزبها للمناطيس. طيب في معادن عمره ما تنجزب للمناطيس. خالص. زي الدهب وزي الماس. دي الامثلة اللي عندي. يبقى خواص المناطيسية لها انجزاب او عدم انجزاب المعدن للمناطيس. واخدنا امثلة للانجزاب بتنجزب زي حاجات الاكاسية الحديد والتي لا تنجزب زي? الدهب والمس. ايه خواص اسمها الخواص الحرارية? ايه الخواص الحرارية? قابلية المعدن للانسهار. او انا في يعني اشوف قابلة معادن عنده قابلية الانسهار ولا لا. ودرجة انسهاره كمان يعني بينسهار عن درجة حركات سبعمية تمنمية الف الف ومئتين حسب درجة انسهار المعدن. في معادن بتنسهار عن درجة ربعمية واوا. يبقى ايه الخواص الحرارية بتتكلم عن درجة انسهار المعدن وقابلته اصلا انسهاره ولا لا? في خاصية اسمها خاصية المذايقة. دي ما بين اختبارها بترى معانا مش نعمل همش دعوة بها خالص ايا بس كل المعلومة اللي عندي ان في معادن لها مذاق ملحية وده مشهور جدا جدا اوه عندك الملح في البيت دوقه. ده اسمه على فكرة في الجيولوجيا ملح الطعام اسمه الهالايت. واخدناه قابل كده لو كنريد السوديوم. مزاق تعمه ايه? ملحية. في معادن تانية بيبقى طعمها مر وهكذا. في خاصية اخرى ده الملمس للمعادن ورائح. كده خلصنا الخواص الفيزيائية للمعادن اللي هي الخواص البصرية والخواص الثماسكية والخواص الاخرى. عاوزين بقى نراجع على المعادن كده براجعة سريعا. تعالوا نبص كده مع بعضنا. طبعا السئلة بتاعتي بتعتمد على الفهم وتطبيق وتحليل. فهم وتطبيق وتعليل. زي ما اتفقنا يا جماعة انا في تنبيهات بحب اقولها كل حسة وهقولها لغاية اخر يوم في السنة. هي التنبيهات بتاعتي. اول حاجة نقرأ السؤال كويس. اذا كان في عندي اي رسمة واي شكل احلله كويس جدا واكتب كل البيانات عليه. لا في الجملة اللي انا السؤال في السؤال السؤال فيه اكيد كلمة بتفتح للمعنى اتوضح للمعنى ايه المطلوب. اقول عليها كلمة مفتاحية. احط خطة تحتها. بسبب الكلمة المفتاحية دي هستابع دي اختيارين. وارجع تاني اعرض السؤال تاني. اه 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 اعرض السؤال تاني. وعلى اساس هو قدر اختار حاجة من الاتنين ايه الباية. نتوكل الله نشوف بقى كده السئلة الكلوة ماشي. معدن الهيماطايد يتميز بالخصائص التالية عداة. لو سمحت الجماعة الى السئلة اللي فيها عدا دي عشان نبقى انت فين برضو على قاعدة عامة. السئلة اللي فيها كلمة عدا. معنى ذلك ان كل الاختيرات اللي قدام صح. في واحدة بس اللي غلط. يبقى كل حاجة صح هاشطب عليها. هستبعدها. معدن الهيماطايد من الاكاسيد صح. يبقى هاشطب عليها. معدن الهيماطايد رمادي غامق اللون. انا فاكر كويس ان الهيماطايد من الوانه ان هو احمر ورمادي. يعني هو ممكن من دمن الوانه ان هو رمادي غامق اللون. معدن الهيماطايد رمادي المخدش. خلو دي شوية كده ونشوف نفكر فيها. معدن الهيماطايد يتميز بخواص مانصية اه يتميز بخواص مانصية. طب تعالي نشوف بقى الايه اللي اختار ده. الهيماطايد المخدش بتاعه احمر وهو هنا هو لونه رماضي او احمر بس المخدش بتاعه مخدش واحد بس والمخدش ايه الرماضي المخدش ايه قصت شك انا عملت ايه جملة جملة وشطبت كله وتأكدت حتى اللي شكت فيها رجعت لها تاني وفسرتها كويس او اعباب صلادة معدن اميثيست يعني ايه اميثيست يا جماعة قد يفكرني من الولادة الحلوين ايوة سامة كده ايوة 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 اميثيست برافو عليكم هو الكوارتز هو الكوارتز انا الكوارتز على فكرة يا جماعة الحصة اللي فات قدت له خمس اسماء ممكن اقول عليه الكوارتز ممكن هسميه البلور الصخلة كلي بقى لكم شوف بفتكر الحصة اللي فاتت ممكن هسميه المارو تمام طيب فهو يعني الاميثيست هو هو الكوارتز هو هو البلدور الصخري هو هو المارو هو هو ساني اوكسيدي السيليكون طيب كل دولة كل دولة الصلادة بتاعتهم كام الصلاة ده كلهم صلاة ده كام سبعة بمقياس موس تعالى بنقرى الجمل بتاعتنا ونشوف هل الاميثيست يلاقي صلاة البلدور الصخري ايو مستر ليه صلاة البلدور الصخري تمام يبقى هنشطبها احنا قلنا كلمة معادة يبقى هلاقي اي جملة صح هشطبها هل صلاة تساوي سبعة اه صلاة تساوي سبعة انا كاتب لك فوق شوفت انا حللت السؤال ازاي هل صلاة بتساوي صلاة الكوارتز ايو مستر صلاة صلاة الكوارتز هل صلاة اعلى من التوباز استنى 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 توباز صلاة تمانية يبقى هل هو صلاة اعلى من التوباز لا طبعا غلط جملة غلط خالص يبقى الابيسيست ليه كل الخواص اللي الفه به وجيب بس ملوش خاصية نفس الخاصية بتاعت ده يبقى ده ليه الاجابة اللي هنختار المعدن الذي يتشقق بدا ما قلت يتشقق بمنتهت بساطة يعني يتشقق يا ابناء يعني ايه certainty يتشقق اهو كلمة تشقق يعني ايه يعني انفصام انفصام برافو عليكم عنده خاصية الانفصام طيب مين اللي عندهم يتشقق في اكثر من الاتجاه مين اللي عندهم خاصية ان التشقق في اكثر من الثاجاه ان هو في اللغة هنا وانستنى اول حاجة الهلايت اكثر من الجرافيت لا في اتجاه واحد هشتب على ده. في اكتر من اتجاه. في اتجاه واحد. شفت ليه انا بقول لك حلل واستبعد. يبقى كلمة اكسر من اتجاه دي ان في صمعها دي ما كل الاربعة دوت بقى انفاصل. شف حاجة تانية. بقول لك في اكسر من اتجاه. انا اعرف ان الجرافيت في اتجاه واحد والمايكا في اتجاه واحد. يبقى هشتب الاتنين دولار. بزوية لا تساوي تسعين. الهلات احنا قلنا مكعبة. مكعبة. يبقى الزوية بدين كل الزوية اللي في ايه بينه ايه? هم يجي انفاصل. قل لها تساوي تسعين. بس. انا عاوز حاجة لا تساوي تسعين. اتكال سايت قلنا انفصامه معينة. هنرسمه احسن. نرسمه احسن. معينة. لو قلنا شكله ازاي? شكله كده. هل الزاوية دي تسعين? لأ. الزاوية دي ما تساويش تسعين قبل. قال الديامتر بتاعه اللي هو ممكن يبقى تسعين. بس هو زاويته من امرها ما تساوي تسعين. فعشان كده ايه? يبقى الزايت معينة. يبقى هو ده اللي بيتشقق في اكثر من اتجاه. اكثر من اتجاه. لا تساوي تسعين. عمي منش زاوية كام? اكتر اقل مش مشكلتي انه ايه المهم لا تساوي تسعين وحلاص. الديكالسايت. يتشابه معدن والسوان. ايه الحاجة اللي بتشابه فيها الكوارتس والسوان? الاستخدامات الكوارتس بيستخدم في الزجاج والسوان استخدمها قادما في صناعة السكاكين والحراب. خطأ. هل درجة الصلاة ده انا اعرف الكوارتس السبعة? بس الصلاة ما تتكلمتش عن الصلاة ده بتاعته. خليه احتمع اللي يمكن ايه ما اعرفش هكتشفها. هل بريقه الزجاجي انا اعرف ان الكوارتس بريقه زجاجي. الصوان كان فيه منه الغامق ومنه يعني ايه? مش مش فيه بريق خالص. هيكون بريق حاجة تانية خالص. طالبا. الكوارتس اصلا اصلا سيليكات. والسوان اصلا اصلا سيليكات. طيب. المكسر الكوارتس مكسر محاري. والسوان مكسرهم محاري. يبقى الاجابة بتاعتها تكون ربع. ده. يبقى الاجابة بتاعتها تكون ايه? ده. وهو ده الاختيار الصعب. تختلف معدن الكوارتس عن الكالصايت تماما في كل ما يدي. ايه اوجه الاختلاف بين الكوارتس والكالصايت? اي حاجة هتكون صح يعني بوجه اختلاف بينهم حاش تبهى. ماشي? ونشوف اين اللي هيفضل عندي. الانفصامة المكعبة. هل الاتنين انفصامة المكعبة ولا اي حد فيهم? ولا ده ولا ده. فالاتنين ايه? يختلفة في الانفصام. درجة الصلاة ده سبعة وده تلاتة. بيختلفة. البريق الزجاجي. انا اعرف ان الكوارتس بريق الزجاجي وكل صايت بريقهم زجاجي. نخليها على جنب شوية. المجموعة المعدنية ده سيليكات وده كربونات. يعني بيختلفة. وبيقول لك بيختلف. بيختلف الانفصام لان ده ده الانفصام وده لمكسر. الصلاة ده سبعة وده تلاتة. بيختلف. المجموعة المعدنية ده سيليكات وده آآ كربونات. يعني بيختلف. يبقى الوحيدة اللي ايه اللي فضل عندي? يبقى. في معدى الاعجابة يا جماعة. الاعجابة هتكون دهجيم في البريخ الزجاجي. الاعجابة بتاعتي هتكون الاعجابة ايه? الاعجابة بتاعت ايه? ايه. ماشي? معدن ياخدش الزجاج. قدم ياخدش الزجاج. يبقى صلطه ايه? اكيد 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 المعدن ياخدش الزجاج يبقى اكتر من اكتر من خمسة ونص. ولكنه لا ياخدش لوح المقدش الخزفي. المقدش الخزفي كام? ستة ونص. ايه المعدن اللي يقدر ياخدش الزجاج? وميقدرش ياخدش الخزفي. بقى اكيد الرقم بتاعه كام? ما بين الخمسة ونص والستة ونص. يبقى رقم كام? ستة. من المعدن اللي صلطته? ستة. لازم ما بص على الجدول وارجع للجدول هلاقي ان المعدن ده صلطه سبعة. الكوارتل صلطه سبعة. مش هو. الابطايت صلطه خمسة. مش هو. التوباز صلطه تمانية. مش هو. اما الاورسوكليز فصلطه ستة. تمام? صلطه ايه? ستة. يبقى نشوف سؤال جديد. يبقى بص يا جماعة بنحلل بص كده بتقل ايه الارقام بتاعتي عشان ما نساش واعرف كل حاجة وايس او او او. نعرى السؤال ده يقروه وفكره معايا. يقروه معايا وفكره معايا. خاصية ماسكية نعبر عنها بحق المعدن. في اين الالم? نعبر عنها بحق المعدن. على لوح المخدش الخزفين. فيتكون مسحوق. تعرف بالخصية بيه. بص يا جماعة. انا المخدش الخزف دي ختاه في اين? الاول. اخدتها في اين? برافو عليكم اخدناها في صفة المخدش. هي ابناء كتير جدا 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 جدا. خاصية ما سيكون نعبر عنها بحق المعدن. انا ملوح المخدش الخزفي. هل هل الشفافية? انا درجة نفاذ الدوق من معدن. يبقى هسطول الشفافية. البريق درجة انعكاس الدوق من معدن. اكيد اكيد مدام المخدش الخزفي يبقى ايه? فيه ابناء كتير جدا يتسرعوا وكاتبوا ايه? المخدش. بس انا لسه ايل في الصلاة ده من دمن حاجات الصلاة ده ان انا في عندي باستخدم المخدش الخزفي وكان صلاطه ستة ونص. ولما باخدشه المخدش الخزفي كان بيديني مسحوق. فبالتالي ايه? المخدش الخزفي انا استخدمته في خاصية تاني يا ابنائي. استخدمته في المخدش واستخدمته في الصلاة ده السؤال ده جميل جدا جدا جدا. الطالب اللي بتسرع ابني اللي هيتسرع هيختار مما لا شك فيه المخدش. بس انا هنا بقى قلت كلمة ايه? خاصية تماسكية. حتى لو جينا على كلمة خاصية تماسكية. المخدش خاصية بصرية. الشاففية بصرية. البريق بصرية. اما الصلاة ده فيها خاصية تماسكية. اراكم في الصلاة الجميل ده. قوعة تتسرع. قوعة تسرع مش مجرد انا شفت كلمة مخدش. يبقى الاجابة ايه? مخدش. شفت? تلعب بره خاص لان انا بقول خاصية تماسكية. كل التلاتة دولة خواص بصرية. كلهم خواص ايه? بصرية. الاكثر صلاة ده في كل من ماتي هو. مين اكتر حاجة? يعني صلاة اعلى وواحد في الموجودين دولة. المخدش الخاسف ده? اكتب عليه صلاة ستة ونص. ماشي? زجاج النفذة صلاة خمسة ونص. تمام? الابطايت صلاة خمسة. لورسوكليس صلاة ستة. يبقى مين تلع اكتر واحد صلاة ده في المجموعة اللي انا كاتبها. رابع عليكم. بس انا حلتها ازاي? عينت صلاة ده كل وقت ده وكده بتاقى قدامي. اه وقت تتسرى. اه وقت تستعجل. اه انا كتبتها كده. انا انا اهو مستر شام وبعض بحب اكتبها النفسي عشان ليه? ما تسراش وما لا اخبطش. ما تسراش وما لا اخبطش. بكده يا جماعة نكون راجعنا ومراجعة سريعة على الخواص التماسكية والخواص الاخرى والخواص البصرية وفكرنا بنفسنا بالمعدن. يا ريت اتمنى من ولادي. اه يرجع كويس اوي 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 الباب الاول والباب التاني. ربنا يكرمكم ان شاء الله. وحلوا اكبر كمية من الاسئلة على مواقع الوزارة وفيها حاجاتها هنزل لكم على المنصة ان شاء الله. معاطي بأمنياتي لكم التوفيق. اه مستر ريشام درويش خبير مادة اجرج.